وزير النقل يؤكد أن بلاده وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق التي سيمر بين باشاك شهير وأكايا شهير ومستشفى باشاك شهير الطبي انخفاض في نسبة إشغال السدود التي تزود اسطنبول من 90% في الشتاء الماضي إلى 42.99% في هذه الأيام لحج هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555-110-85 التفاو حد الجوع في أكتوبر بمقدار 556 ليرة ليبلغ بذلك 8223 ليرة في حين ارتفع خط الفقر بمقدار 2136 ليرة تطاع الملابس الجاهزة يحقق أعلى قيمة صادرات على الإطلاق خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر